السلام عليكم ورحمة الله إذا أنتم أول مرة بتشوفني أنا أبو الأمير حمز الكركي من أرض الإسراء والمعراج وهذه القناة هي قناة في ظل حياة الصحابة أنشأت هذه القناة لتسليط الضوء على بعض زوايا حياة النبي صلى الله عليه وسلم وربط حياة النبي صلى الله عليه وسلم كقدر أسوئ لنا بواقعنا قفية النبي صلى الله عليه وسلم تصرف حتى نقتل في في هذه الأزمات في هذه الأحداث المنمر فيها أيضا قناة في ظل حياة الصحابة هي فيها تسليط ضوء لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم مثل أبو بكر وعثمان وعلي وأمر بن الخطاب وغيرهم من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين وممكن أن نتكلم أيضا عن بعض التابعين مثل ويس بن عامر القرني أو حسن البصري فهذه القناة هي تعمل على التسليط الضوء على المحتوى الديني أو المحتوى الإسلامي أو الغزوات مثل ما الفرق بين الغزوة والمعركة وغيرها من المصطلحات الإسلامية طبعا يمكننا التصوير لدينا مش احترافي والعدة الموجودة لدينا هي عدة بسيطة جدا ويمكن لدينا استوديو احترافي بالمعنى ولكن بعمل على الاجتهاد في توصيل الفكرة والتوثق من الفكرة قبل طرحة على القناة طبعا أنا بعمل على الاجتهاد بقدر الاستطاع على هذا المحتوى والمنتاج بالطريقة اللي بنقدر نوصل فيها الفكرة سواء بطرح المعلومة أو ربط المعلومة ببعض المنتاج وبعض الحركات المؤثرات الصوتية أو المؤثرات مثل الكلام أيضا أو الفجهات المدمجة في المحتوى رغم الاجتهاد البعمل علي أديش استطاعتي أن أقدم في هذا المحتوى ولكن القضية أن التفاعل ضعيف جدا ولكن لو وصلت فكرة إلى مسلم إلى مؤمن إلى أخ عزيز هذه الفكرة عزيزة وإلها أجر ثواب عظيم عند الله لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم هذه قولة النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه طبعا السبب في ضعف المشاهدات أو التفاعل أو اللايك أو التعليقات هو طبعا لأنه في شيء مرض انتشر بين شباب أمة محمد صلى الله عليه وسلم قضية التفاعل تلاقي الفيديوهات التافهة اللي لا يوجد إلى أي معنى تلاقي انتشرات بشكل رهيب جدا بالمقابل تلاقي المحتوى المفيد تلاقي فيه ضعف ولكن رغم هذا الضعف نستمر في هذه القناة حتى ربنا سبحانه وتعالى يعيننا ونوصل للفكرة وربنا يكتب لنا الأجر والثواب إذا أنت أول مرة بتشوف القناة وليت فيها الفائدة وليت فيها الشيء البرضي ربنا سبحانه وتعالى ما تبخل علينا بالدعم حتى نستمر بالقدر اللي احنا منستطيع لإله وبنهاية بارك الله فيكم ومن وصلك سلامنا من أرض الإسرائي والمعراج وبرك الله فيكم